اهلا وسلام بكم معاكم مصطفى غيز من اكاديمية هوا جروب لتعليم التسويق الإلكتروني والمحاضرة الرابعة والاخيرة من دبلومة التسويق العقاري وقبل ما ندخل في المحاضرة الرابعة بحب اأكد عليكم ان اي حد بيدخل في مجال التسويق العقاري او اي مجال بيحتاج انه هو يتعلم كويس جدا اساليب التسويق الإلكتروني احنا حطين تحت وصف الفيديو ده لينك خاص به دبلومة التسويق الإلكتروني مهمة جدا لازم تدخل على اللينك ده وتشوف الدبلومة بالكامل لانها هتساعدك سواء كنت هتشتغل في مجال العقارات او اي مجال تاني هتساعدك جدا في ترويق كل ما يتعلق باي خدمات او منتجات او السلع او جيرو من خلال شبكة الانترنت بمنتهى الاحتراف وتعتبر من الدبلومات الندرة جدا ان انتو تلاقوها على شبكة الانترنت او موقع يوتيوب او اي موقع اخرى لان احنا بنحاول نجمع اكتر واهم الدورات والدروس المفيدة في مجال التسويق الإلكتروني واللي بعيدة كل البعد عن الاساليب الجير منطقية او الجير صحيحة في مجال التسويق الإلكتروني عشان كده عايزكم بعد ما تشوفوا المحاضرة دي المحاضرة الاخيرة من دور الدبلومة قصد المحاضرة الاخيرة من دبلومة التسويق العقار المحاضرة الروعة عايزكم تشوفوا مباشرة دبلومة التسويق الإلكتروني وفي المحاضرة الروعة هنتكلم عن طبيعة المشتري كيف تفهم طبيعة المشتري لازم تكون فاهم كويس جدا طبيعة المشتري وانت بتتعامل معها لان المشتري دايما بيبقى ليه طبيعة ومحتاج ان انت تتعامل معاه على اساس الطبيعة دي لانه هيدفع فلوس فبالتالي لازم تكون فاهم كوي طبيعته بتبقى عاملة ازاي عشان تقدر تتعامل مع الطبيعة دي عشان كده هنتكلم عن اربع نقاط مهمين جدا النقطة الاولى هي المصدقية عارف المشتري دايما بيحس ان هو دايما عنده بعض التخاوفات كده يعني اي واحد في الدنيا مش المشتري بس اي واحد في الدنيا هيشتري عقار هيأجر عقار بيبقى عنده قلق عنده خوف ليكون مسلا في حاجة مش مزبوطة في المعلومات اللي انت بتقولها آآ ممكن تكون المعلومات دي جير حقيقية ممكن يحصل لحاجة بعد كده بسبب شراء هذا العقار او ايجار هذا العقار بعد اتمام الصفقة ممكن يحصل كذا 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 فطبيعي ان المشتري او المستأجر بيكون عنده بعض التخاوفات قبل عملية الشراء او عملية الاستقار فبالتالي لازم تكون عارف طبيعة دي كويس بتعتمد تماما على المصدقية لازم تكون صادق في كل معلومة بتقولها بنسبة 100% وما تقولش اي معلومة وتطلع غلط لان في الغالب ازا كنت سمسار او مسوق عقاري او مسوق عقاري متميز او صاحب شركة او غيره وانت اللي بتقنعه فتتأكد مية في المية ان المخاوف دي ممكن تخل المشتري يقولك انت هتشهد معي على كل الكلام اللي انت بتقوله وحطم دي على كده انه عايز تطمن في النهاية فبالتالي نقطة رقم واحد لازم تبع عارف كويس ان التخوفات دي بتفضل موجودة في دماغه ما تنتهيش لقبل ولا بعد بفترة عشان كده لازم تكون صادق في كل المعلومات اللي بتقولها بنسبة مية في المية لازم يكون عندك شفافية ودي نقطة رقم اتنين مش هتقدر تبني ثقة بينك وبين المشتري او المستجر من غير ما يكون فيه شفافية ويكون فيه وضوح بدون الشفافية مش هتقدر تبني ثقة دي فبالتالي لازم يكون صادق في كلامك ولازم كلامك يكون فيه شفافية المعلومات لازم يكون عندك كل المعلومات التفصيلية عن العقار اللي هو هيقجره او هيشتريه تماما عشان تقدر تجاوب على كل الاستفسارات اللي هيسألها لك المشتري او المستجر المتوقعة والجير المتوقعة لانه ممكن يسألك اي سؤال ما يكونش موجود في دماغك او مش حاضر في ذهنك فلازم تجاوبه بالثقة تامة بايه مصدقية وشفافية فبالتالي لازم يكون عندك المعلومات دي كلها لانه الطبيعي هيسألك عن معلومات كتير جدا جدا قبلا ما يفكر انه هو ياخد خطوة في الشراء او الاستقجار عشان كده ما تملش وما تزهقش ولازم تجاوب على كل الاسئلة دي بالمنتهى المصدقية والشفافية رقم اربعة ما تحسس العميل دايما طبعا العميل هنا اللي هو المشتري او المستجر انك بتقدم له خدمة وتقعد طول الوقت تقول له ايه انا بعمل معك واجب انا بعمل معك خدمة انا عارف اني مش عارف ايه انا عارف اني الظروف انا بقدم لك احسن من اللي كنت انت متفيله لان العميل بيزهق واخبالك وده بيزيد من مخاوفه وبيخليه يقلق وبيحس ان انت بتلفه والدور عليه فما تحسشوش بدا انت بتوضعك وانت بتكلمه هتقدر ان انت تكسب مصدقية العميل دا وهتقدر تكسب صدقته وهو بنفسه اللي حيروح للناس التانية اللي انت متعرفهمش ما بين اصدقاء وقريبه وهيقول عنك كلام كويس اوي وهيبدأ يتكلم عنك برة كويس اوي وتأكد ان العميل لما بيكرر كلام كويس عليك لاكتر من حد برة ده بيزيد من نجاحك ودي دعاية بتبقى قوية جدا وبيزيد من نسبة الدعاية بتاعتك بنسبة لا تتخيلها وهو نفسه ممكن بيجيب لك عملة وكلامه عليك بيجيب لك من عميل لست عملة في المستقبل فبالتالي لازم تحافظ كويس جدا على توضعك وانت بتتعامل مع المشتري او المستاجر عشان فعلا مع الوقت بالتواضع بتاعك من جميع ما تحسسه ان انت بتقدم له خدمة تقدر تكسب صدقته يبقى عندنا اربع نقاط مهمة جدا في التعامل مع المشتري او المستاجر عشان تقدر تتعامل مع طبيعته واحد المصدقية اتنين الشفافية المعلومات رقم تلاتة اربعة لا تشعر العميل انك تقدم له خدمة هي دي المعلومات المهمة جدا اللي لازم تحطها في دماغك وانت بتتعامل مع المشتري او بتتعامل مع المستاجر بكده احنا انتهينا تماما من دبلوم التسويق العقاري المصغرة اللي لمنا فيها اهم المفاهيم الخاصة بالتسويق العقاري واللي هتفيدك جدا لو انت داخل في مجال العمل ده او سوق العمل ده لكن انت محتاج ان انت لو هتشتغل سواء مسوق عقاري او مسوق عقاري متميز او سمصر وطبعا تعرف الفرق بينهم لان احنا قلناه في المحاضرة الاولى محتاج ان انت تكون خبير في التسويق الالكتروني عندك خبرة كبيرة مش خبرة قليلة حتى لو انت مش هتشتغل بايدك وحتجيب جيرك اللي يشتغل لان المجال ده لو انت مخدتش في خبرة تأكد ان في ناس كتير جدا بيعملوا من يعني من اي حاجة اي حاجة طالما انت مش فاهم وممكن يخدعك وممكن ما تستفيدش منه باي حاجة وتخسر بسبب فلوس كتير فلازم يكون انت نفسك عندك خبرة في مجال التسويق من خلال الانترنت او التسويق الالكتروني المسمى المعروف اللي احنا بنقول وعليه. فلازم يبعي عندك خبرة في التسويق الالكتروني فعشان يبعي عندك خبرة كويسة جدا في التسويق الالكتروني. زي ما قلت لك هتلاقي تحت وصف الفيديو في دبلوما كاملة خاصة بالتسويل الالكتروني تفرج عليها هتفيدك جدا سواء انت داخل في مجال التسويل العقاري او اي مجال تاني كان معكم مصطفى غيزمن اكاديمية هوا جروب للتسويل الالكتروني وتعليم التسويل الالكتروني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته